إزدواجية مداخل ولاية مدحى وإنشاء شبكة صرف الصحيبي الولاية كانت أهم الموضوعات التي نقشها المجلس البلدي بمحافظة مسندم باجتماعه التاسع لهذا العام كما نقش المجلس مشروع حصر الفرق التطوعية والخيرية بالمحافظة وموضوع تجميل مدخل المحافظة في المراكز الحدودية وعمل قاعدة بيانات شاملة على مستوى المحافظة وإحالة الموضوع إلى لجنة الشؤون العامة بالمجلس لدراسته ترأس الاجتماع أحمد بن محمد الكمزاري نائب رئيس المجلس